نرصد وإياكم أبرز العناوين التي تصدرت كبريات الصحف الرياضية العالمية التي سلطت الضوء على هذا الإنجاز الكروي التاريخي الذي حققه أسود الأطلس بفوزه على نظيره البرتغالي ليكون بذلك أول منتخب عربي وإفريقي يصل إلى نصف نيائي المونديال ونبدأ معكم مشاهدين الكرام من البرتغال من البرتغال التي تمكن أسود الأطلس من الفوز عليها صحيفة أبولا التي عنونت نهاية الحلم حلم البرتغال الصحيفة طبعا في تفاصيل الخبر عادت إلى فوز أسود الأطلس على المنتخب البرازيلي بهدف نظيف سجله يوسف النصيري الصحيفة أيضا نوهت بأسود الأطلس بعد الأداء الرجولي في المباراة وطبعا تعاطفت مع منتخب بلادها منتخب البرتغال وكريسيانو رونالدو بعد توديعه للبطولة إلى صحيفة سبورت الكتالونية صحيفة سبورت الكتالونية التي عنونت المغرب يصنع التاريخ وينهي أحلام رونالدو هذا العنوان من صحيفة سبورت الكتالونية في تفاصيل الخبر عادت الصحيفة إلى مجريات الملحمة التاريخية التي صنعتها أسود الأطلس نالك في مونديال قطر ضد منتخب كريسيانو رونالدو وأشارت إلى دموع كريسيانو رونالدو ما بعد المباراة منذ دي بورتيفو مسايدنا الكرام عنوانت المغرب يصنع التاريخ وينهي أحلام نجم البرتغال كريسيانو رونالدو طبعا في صورة الصحيفة أنصيري حكيمي هذه وجهة الخبر طبعا إنجاز كبير لأسود الأطلس من صحيفة موندو دي بورتيفو نتحول إلى أس الإسبانية أس التي عنوانت مشاهدنا الكرام المغرب فخر إفريقيا هكذا عنوانت الصحيفة الإسبانية وفي صورة الخبر رأسية سيري في مرمى البرتغال في الدقيقة الثالثة والأربعين بينما صحيفة ماركا الإسبانية الصحيفة التي تعشق ريال مدريد وتتعاطف مع ريال مدريد عنوانت المغرب يصنع التاريخ لإفريقيا ويحرم كريسيانو من المونديال في وجهة أيضا الصورة عنوان الخبر وصورة لنصيري ابن فاس وحكيمي لاعب باري سان جيرما صحيفة أولي الأرجنتينية حيث بلاد كرة القدم الأرجنتين طبعا صحيفة عنوانت مغرب تاريخي في واجهة الخبر صورة لنصيري عريس اليوم نصيري هو عريس اليوم كانت هذه المشاهدين الكرام أبرز العنوين لأبرز الصحف الخاصة بالرياضة عبر العالم شكرا جزيلا لكم مشاهدين الكرام نشكركم طوال هذا المباشر على المتابعة أشكر أيضا كل الزملاء في قناة انفاند كاتخ وتمنى لأسود الأطلس مزيدا من التألق في المونديال إلى اللقاء